اشتركوا في القناة ارسل رسالة صوتية واتساب عبر الرقم 0642240603 برنامج هذا حالي مع هشام كنيفين من خلالها نحاول جاهداً أن نوصل قصصكم وألامكم وأحزامكم ونزعف نفسكم الأمل من بعد ما اكتع لكم الألم حلقة اليوم هي حلقة غادي تأخذنا الفرنسا في هذه الدولة لغادي نعود قصة واحد شاب مغيبي شاب حاول كجميع الشباب للحلم ديالهم أنهم يمشيوا الديار المهجر باش يحسنوا من الأوضاعهم المالية الناس عندهم شواهد وكفاءات وقوي أن بلادهم ومع تعفاش بهم البلاد اللي كتزيد كتحقدك فيها يوم من بعد يوم البلاد اللي كتشوف فيها المحسوبية والزبونية باك صاحبي أجنت هلاف ولدي البلاد اللي فيها قل لي ما نوع هاتفك أقول لك من تكون البلاد اللي فيها الفساد اللي فيها البطالة فيها السائقة يزيد وزيد لكن كتبقى بلادنا حلوة وحلوة حلوة يا بلدي كنا نبغيك يا بلدي نخليكم عقصة الأخري جاتنا من فرنسا الأخري حاول من بعد محاولة كثيرا أنه يمشي حر في الهجاة السائية فهو شغيتحقق له الحلم دياله كيف شميع الوضع اللي دياله وشب السح أوروبا جنة الله على الأرض وشب السح الأوروبيين يعيشون في المدينة الفاضلة خليكم جميعا مع قصة للأخري وسلطنا من فرنسا وسنعود إن شاء الله لتتمت بقية حلقة اليوم من برمجكم هذا حالي وما تنسوش هذا حالي ولي حالي يصور من يبالي صراتي ربيا مليالي وشكو من غيرك ربيا عادي وشكو من حالي نستنعى جميعا السلام عليكم أخويا أبدأ القصة ديالي مهم كيف بكتليك حاول نحرق أنا وحد دري صاحبي مشيت لأسفي مشيت طانجة من كازا من المحمدية صبح الله راضي ما عند ربي ما تمرة مصدقات واحد من نار عيطت لي الويدة ديالي حيث الويدة ديالي في ولندا مشاهد فاش كنت عندي عام يعني اليوم عندي 32 عام قلت قربين وحد 30 عام ماش مو يماليناش عيطت لي قلت لي رأى عندك وحد خالك في طانجة في مالة باطا أنا مكنش مكنش قاعد لبالي وش عندي شي خالي ولا مهم من جهة الويدة ما ما عارف وش عندي شحامل أخوالي ولا شحامل أمامي ولا شحامل أخوالاتي ولا ما عارف مهم الحمدلله ماليناش عيطت لي قلت لي يقولدي رأى عندك خالك عنده شركة دي إذا بوتي تخرج لبرره رأى هو تخدم معاه واحد السمانة ولا جوج ولا شهر ودي معك الباسبور يخرجك معاه للسبانيور ويخليك ابوه ونشوفو كين ديرو. انا مجيت الويدا جاتني غريبة. مواما ان بعض اتضرني اتميار بيسم حنا. مواما عليش. عزيت باسبور ديالي. لا كارت دكشي اللي عليا. عطعتني النمرة ديالو. عايت لي وصلت ما. لقيت ولدو. هذا ودخالي مشنعرفوش. وليت لقاليا. مواما الليلة. الليلة اللولة. ناس عندهم فحد بارط مادية المكبيرة. كبير والله سبحانه تعالى. انا على بالي دكشي اللي قيت لي الويدا قيت لي غا تسكن معا. العائلة زعمة. يا حسراء. مواما تسكن معا. وعلى ما تبغيت مشي. لغد لا سيدي. غد ضربني الفيقة. ماشي من ناس. لام دك الحلم اللي كتفي بنا غا مقا معاهم على ما نمشي. قال لي شوف غا مشي نكري ليك. تلي فينا خالي. قال لي غا نكريك في المدينة القديمة ديال الطانجة. وانا اصلا ود المدينة القديمة. انا عارف كارت ايشي. انا بويت نبعد على ذاك شي اخوي. انا كبرت في ذاك شي بويت نبعد. ما عليناش. قلت هانيا من الخير. الزيت حوي يجي. عوشاني. حتمرت ما بغيتش نبقى معاهم. الزيت حوي يجي. مشيت معاه. داني اللي مدينة القديمة ديال الطانجة. غا ندخل. بيت صغير. اشان قلت لك. ثلاثة على ربعة مترو. في اصلا ربعة دلناس وانا هو الخامس. نقول لك الصراحة نبقى في الحال. وما صافي مدويتش. قلت هانيا. دك شي دير ربي سبحانه وتعالى. هنشوفه فين غا توصل. ضربت معاة السيدة دا تنقول السيد حيث غير عارفوا بنا خالي. انا ما عندي اشي احساس من جهتش. ما تنعرفهمش. ضربت السيدي معاة سمانة قلت صابر 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 صابر. صافي ويطل علي الدم. مشيت عنده كتلي شوف. هاد الغرب اللي غا تجي بحالك دا. يا ربي اسمح لي الله ينعلبوها قا. عطيناها الباسبور ديالي نمشي بحالك. قلت يقول يا الله ولا العائلة كتلي شوف الانجي ندوع اللعائلة. راهة يمية ومالونوها. صافي ما ماما مقطع مدغو في الهضرة ما ما جاتش ارى ليه وريقاتي صافي ارجعت الكازا ما عند ربي سبحانه وشعاله تعلمت الحرفة ديال الصرف في البازارات عندي واحدة عمتي الله يرحمه ويرحمه وسيمك يا جماعين كان عنده واحد ريسطورة وبازار صغير مهم شديت ومعه وحد السيد كان خدم عنده مهم خدام الحمد لله ربي جايب الناصيب اتى واحد النهار سيدي في الفين وستة كيف كتليك كتباغي الغربة والغربة بعدات وفاش بعدت عليها جتل عند رجلي وتما فين كان خاصتنا نفهم بانك هنا شي حاجة انارمال ولكن تغمضوا لي عينة ومعه في الفين وستة سيدي جات واحد السيدة محتاجبة والله يسمح لها هي وبنتها تهي محتاجبة وبنتها الصغيرة تكون عندها كبيرة عندها تقريبا 3 شهرين و 3 شهور بيش تدير 19 العام وبنتها الصغيرة عندها واحد خمس سنين ما أعلناش تخلت عندي بلا ما نسميها جبدت لي ورقة فيولي بتاع خمسمائة خمسمائة أورو قلت لي وليدها أبويت نصرفها ما هي مصرفتها دارش معاتها منزوين باش تولي كليانة الخرجة غات خرج بحقدة من البازار قلت لي وليدها أبويت ندوي معاك قلت لي شنوها الشريفة قلت لي رابويت ندوي معاك واحد موضوع مهم ما قلناش مع القهود العمرة احد البازار ديالا قلت لي ايجا الشريفة ريحنا قلت لي رابويت نجوجك لبنتي قلت لي اوه هنرا تندوي معاها وفي دماغتي دورو أفلا قلت لي ما عرفتيني شفار ما عرفتيني وض الحرام ما عرفتيني غدين نضحك على بنتك ما عرفتيني غندير بالوراق ونزيد ها جيتي بحاك ذاك وبيتيت جوجيني لبنتك ويد دخلني دخلتني بالأحاسيس ها فينانة تقول دخلتني بالأحاسيس قلت لي اولدي انا راجلي ميت ونتبين عليك والناس وبيتني جوج بنتي قلت لي شوفها الشريفة تخلي لي واحد شهر ولا شهرين حتى نفكره نعيت لك اخذيت النمرة ديالا ما علينا ش ما علينا ش ما فكرته واحد شهر شهر بحالك عيت الوليد في تيريفون قلت لي بابا هاكين وهاكين وهاكين قال لي اولدي ما تبشيش قلت لي بابا نرى غنمشي يا رب تسمحنا من الويدين قلت لي بابا نرى غنمشي ما علينا شا عيت للسيدة قلت لي انا موافق فجت قلت لي كين مشكل قلت لي بنتي ما عنده 19 عام وفي ذاك اللقيتة خاص البنت تكون عنده 19 عام باش تجوج ما علينا شكت لي انا ماشي مشكل انت سنة قلت لي الا الا وهي كانت مزروبة وعاوتاني النقطة التانية اللي كانت خاصة تفيقني كانت مزروبة صبح الله العظيم قلت لي الا الا هادي بنتي وغنديرو المستحل باش غتجوج بيها وانا كان خاصة نفهم الناس عطاة الفلوس والروينا ودوك اللقاء يدوه ما داروش المستحيل وانا ما عطيتها درهم والسيدة بغد در المستحيل مشي ما كينيش المحسين في الدنيا كينينا اخويا ولكن الطريقة غريبة غريبة بزاعة ما عليناش قلت لي اغامشو المحكامة وغدين عطي الـ انو طوغي زا سنزع ما وانا ما عطي يقولولا بعربية مهم غن غن اعطاه الحق الجوج مشينا للمحكامة دارت ديك الورقة وادي رجع انا عند عمتي عيطنا للعدول قلت لي اندي خاصة نتصنى ونديرو العرس ودايشي قلت لك لا قلت لك تجوجو دابا والعرس يجي من بعد واخا نتجوجنا قلت له انا ما عارف لو راق لو والو انا والو ما عارف والو قلت لك غن ديرو دابا قلت لي اشوف قلت لي احنا غنرجعو لفرنسا غن ديرو الدومون ديانا ومتمن فرنسا ووقيت غن Un пять اللي غتسوصلينا احنا لنسافة رابي أنا لم عارفlli القوانين كتبعو اخari ما ام issue دوبتًا من فرنسا حاش فرحي يجبنا اتلاذ معه في تليفون مدة شهر اي Hack بعد ذاك شهر ايها decomp åd ولت أن عيط تعاوح لا يجوب نعيت نعيت تاوحد ما تيجوب نعيت نعيت تاوحد ما تيجوب شوية وليت نعيت تليفون طافي ده تليفون دي البرطاب لا الفيكس صافي وانا تلف ما بقي تفهمتوالو يا أخويا ما بقي تفهمتوالو تلفت 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 مهم صوت على القانون ديالي وهادي قالوا لي أصلا هات السيدة هدي اللي تجوجتي بها هي مغربية مزيودة أمها مغربية مزودة في المغرب ولكن بنتها مغربية ولكن مزودة في فرنسا وجوش بها جواج مغريبي مسلم مغريبي خاسك تعطاها الحق أصلا خاسك تعطاها الحق لوتوريزاسون باش تخرج من المغرب أنا ديك لوتوريزاسون ما عطيت هاش جاتني فكرة داز 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 مدّة يا أخويا ضربة مدّة مدّة مهم على ما سوّلت وديك شي مهم ضربة شي عامونس هاتشاركت لك بدات في الفين وستة وانا نعيت لها خليت لها ميصاج في فوكال خليت لها شوفها بنت الناس انتي خليتيني معلق أنا ما فهمت والو جيت يما تجوجني بك تجوجنا ووزتي ما بقيت ما بقيت سمعت عليك مواله يما تجي نطلقه وكل واحد ميشي بحالاته يما را نديك لاري بك وفيما كتير غي يجيبوك يجيبوك جيت غير ممها جيت عندي بحالك ده اه ولدي ولدي كتلا شوف ما بقيت بقية ولدي مت ولدي انتو ممشيتوا وكدرتوا لها لا خبار الاول وكدرتوا لها قلت لي مهم قلت لي زربة زربة عليا زربة عليا سيدي بالليفريت فامي زرقت عباريز قلت لي الله هاوراقيك صافير اعطاوك وهدي مهمة را كانوا عندنا شي مشاكل في فرانسا قلت لي اجي نريح وفرقها وعودي ليا قلت لك للا را قصة طويلة وتن وصلوا لفرانسا ونقول لك وهدي وهدي مهم تعرف ما عندهم يا ربي تسمح لي على ذا ذرا دي عندما تلعب بالاذمغة مهم ها سيدي شديد داك الليفريت فامي قلت لي دابن من يعطوني خاصة مشي القنصولية قلت لي يا صافي غدا نمشيه غدت انا عاية ثلاثة تقول لي مبعدو 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 مهم دا السيمانة مشينا القنصولية مشي ناسي دي القنصولية دخلت حطيت لي علي الباسبورت يلي حطيت اللاكوغ اللي اعطوني حطيت داك الليفريت فامي قلو يدوز القيش اللور دست القيش اللور تيدوز بواحد بواحد اعطوني باسبورت ولكن ما تيقوش لك واش عندك الفيزا ولا ما عندكش انا حلت الباسبورت ديالي قال لي ما اعطونيش واحد البوليسي اللي يذكره باخير مسكين قال لي ولي واش اعطاوك قال لي انا ما اعطوني والو هو عارف مشال البلاسة ديالي تلخرة قال لي صافر اعطاوك الفيزا ديالك السيدة بدأ تتكحال تتصفار تتخضار وانا ما فاهم والو وانا جاي كلها اعطاوك قصة طويلة شتيتها السيدة لك الباسبورت انا فرحان ما قدتني فرحة ويتقول لي ارى انخبيه ليك بحل اعلمني ربي سبحانه وتعالى قال ليش هتخبيه ليه قال لي انخبيه ليك لا يطيح ليك فانا جاتني فكرة قلت لي لا خاس يبقى معايا قال لي يا لاش قال لي لا كان شي كنترول بالليل قلت لي عندك لا كارت قلت لي لا لا كارت رضعت ليها قلت لي وكي غدير قلت لي تأمن بعد ونصيبها مهم المهم هو الباسبور مهم انا كالمهم ديالي بقى عندي الباسبور ديالي حت مرة اللي اولا داروها بيا مرة التانية ما تدارش بيا الا ما كتبها الله سبحانه وتعالى ما علينا شا سيدي بشي ناظرنا ساريتها المغريب مهم هي بفم قلت لي عمو اني ما اشتادي في حياتي وانا زايدة هنا وكبرة هنا قلت له مهم لكشي ما عند ربي سبحانه وتعالى او واحد النار هاتشي قبال ما يمشوا لفرنسا واحد النار عيطت لي المرة ديالي قلت لي يا مهدي لا قبل ما تعيت لي كان عندي واحد احساس غريب مشيت احساس غريب والله سيديو ربي شاهد بينتنا مشيت الخطوط الجوية المغربية غوية قلت لي موش عندكم تسمية الكنية ديال ديال المرة اعطيتهم نورق الجوية قلبوا قلبوا مالقاوش مشيت لغوية الارفرنس عدلهم مشترجم الارفرنس قلت لي موش عندكم ما تسمية الكنية قالوا يلا قلت لي ما بحثوا قالوا يلا ماكينش وانا شي حاجة ما عارسي بيزادك شي ديالله سبحان تعالى شي حاجة تتاكلني فخاطري ما عارش شي احساس غريب قلت لي موش عندكم قلت لي موش عندكم شي انكم تتخدم معاكم قاليا ايقل ازير ايقل ازير ايقل ازير 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 قلت لي موش عندكم ما تسمية الكنية ضرباتها هذي قلت لي كاينة قلت لي غاد قولي النار يمتغبشي قلت لي جبت له الوراق الجواج قلت لي غاد بشي النار فلان 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 تتاكل بشي يعتني البيه مها وصباح الله العاضم درباتش حال تلت يام ورعيه محاك ده ويتعيت لي ألمر ديعي قلت لي امهدي ارا منقول لك شي حاجة ما تتقلقش قلت لي اعليش ما تقلقش. قلت لي ارى غدا غدي نمشي لفرنسا. قلت لو كي غا ندير هنا. قلت لي الا انت امورة غا تبقى عودتاني واحد تشار هنا. اتجي معاها. ويرى الفيزا اللي اعطوني في الباسبور رفع غير شهرين. باش ندير لكارت السيزور ديلي في فرنسا. ما خصيش نفوتها. وشوف ده باد البلان اللي بغوا يديروا ليه. ما حسنا من بعدلنمشي لك. قلت لي اخي انا انا قد مجمع ما عمك وانا راباني في راسي. قلت لي انا انت هو مجمع ما امك واغا انا قد انا اجي نوصلك. قلت له اخر يصاحبي اللي يدكره باخر. قلت لي اخي انا اجي بليط جمعك التنوبيل وانته بنا وصله من المطار. هو فخباره الفيلم. مهم حوج يضربته من في الكوفر. باش ينزل اللي غا نزل حويجي غا نحل الكفر مدينه الزلق وبديت نزل حويجي قلت ليش هاتشي؟ قلت لي هدو محويجي غا نمشي معك قلت لي لا سيب با بوسي بخاسك البيئة و هادو نجبدا البيئة عتي بحالة تصرف قات قلت لي لا ما نمشيش قلت لي ما تبشيش بقي هنا انا غادي تمت غادي تبعتني ورا تم ما فين غا يبدو المشاكل وصلنا الفرنسا للشعود وغول عشيري درنكازة شعود وغول وصلنا لشعود وقوله اخي بالليل شدينا تاكسي وصلنا للدار كل شي بخير وعلى خير الغد ليت انا نقوله شوف ديج الفيزارة داز على الوقت داز الايام ما بغيش تفوتش هارا انو نولف مشاكيرها خاصة يمشي نديرو الوراق بارك علي الا انا ما تقوله عرب شو خاصة انت انو متى تجي مهم انا ما بغيش مشاكير خليتها بقيت 15 اليوم بس سالي لي الفيزا على البش جات امه جات امه انا زربتها اكتلا شوف اشتري فاكتلا انا رخص كدري اليوراق ارى ولا غي نوضو المشاكير وهذه وغانو لي واحل وانا مخلي خدمتي مخلي كل شي في المغرب بقيت عليه ثلث ايام ولا معت ربع ايام اغدا بتغدا بتغدا كتلا شوفي ما بغيتيش انا غمشي عند البوليس قلت لي يا البوليس وهذه قلت لي شوفي ماشي البوليس عم نديك لاري بيك غاديمشي عندو مهم اللي بتعرفوه الدروة يوريون الحق ديالي مهم بالآن هي عيطات هي رأى هي ما بغاش عدو بالله مقول شو هي ما بغاش عيطات البريفيكشور قلت له مش من ورق خاصين ويعارفاش من ورق خاصين وقدامي بده تتقييد زعمه كومبا غازا غوصلنا للقنصولية صباح بكري بقينا تتسنوشة ربعات سواحد صف طويل غير وصلت النوبة ديالنا كومبا غازا غ نقصي اللوراق صافي انا صافي تماش صافي عرفت طرح عرفتهم بغا اممم ايرو ما باغينش وانا كنتنتسائل منين هادو ما باغينش علاش مضيع اللي خدمتي وغاديم ويجيبيني من البلاد وفالو كانو اجو جات بيا وخلاتني تماتش قاعد الاسائيل تتدرو لي في دماغي وانا كان خاصني نفهم علاش وخاسي دي انا شفت بليدك شي مشي تلي ارجعنا للدار يا ربي تغفلي بدي تنغوت صافي بدي تنغوت تعرف الصغور وادي صافي جعت كتلا شوفي دابة غخاص نديرو حل بدأت تتغوت كتلا شوفي انت تتغوتين انا نغوت انا ما غنتفهموش وكتن كمي يا ربي تسمح لي كتلا انا نكمي قارو انا نخرج نكمي قارو نرجع بغيتو وادك ما بغيتوش تفكونين مشي بحالاتي معليناش خرج كمي دقارو انا سيدر رجع اللي غانا نرجع لقيت حويجي برا تنضق خرجت المرأة اللي كتن مجووج بيها بتلابتيسان برشتشي قلت لي اللي قلت امي هو اللي يكون بتلا اه كيفاش قلت لي اللي قلت امي هو اللي غايكون بتلا اه كتلا سمحي لي انا كان حسن مني مجووج بيك وانا رأى مجووج غير معمك ياربي تسمح لي اصابي زيدوك حويجي خرجت للزنقاء ويصافي ضربتني تالافة لقيت راسي في باريز ما تنعرفش باريز اخويا ما يالله واصل بقي جديد نامين غان مشي لا منين غان جي معند ربي دايز واحد واحد السيد فوجوه بين عربي كانت في يدي واحد المقانة صواتشه horizon هك هال ماقانة عطيني غير غير باش اي سويا تهمان انا معلى اباليش تهمان لو ما تهمانش اعطيني السيدين غير باش نعيت التليفون كان عندي واحد يود عمي في زيرو دو في واحد المدينة اخرى بعيدة ساعتين دل الطريق قال لي اجي معايا مشيت معايا للبانكا جبت عشرين اورو مسكين قال لي هاي اعطيتوا المقانة قال لي والله ما نشدها والله يسهل عليك قال لي الله يرحملك الوالدين جديدك عشرين اورو مشيت عايت في التليفون الولد عمي قال لي هاللي كان وهاللي كان والد عمي قال لي لا واسا يسمعها وشم ما فين كان خاسين فهمت انا شي حويج وما فهمتهمش هنا جايك الهضراء اخي قال لي الله غير سيسمعها ورجعك ليه قال لي عمي ارا ما بغايتش راني في الزنقة قال لي سر عند البوليس انا غادي مكرفس تنقلب تنسول 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 ضربتك عطا على رجلية توسط الكوميسارية في ذيك العشية وذيك الكوميسارية في ذاك الكارتي تتسد حيث كانش كوميسارية تسدوه بالليل عاوت تعايت لي كتليه والد عمي ارا سادة كتليه راخي ارا ما عندي فين نشي وما عارش غير ندير انا تالف من تالي كبرتي هنا ومتالي مخلطة هنا انتالي عارف قال لي انا غادي نشو كيندير نشتران ونجي شتران وصل عندي بالليل مشينا صونينا عليها خرجت راسها شافت ندخلات صوني 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 توحل ما بغا يجاوب قال لي اش غاد دير ما عندنا ميد داردة بغاد تمشي معي للمدينة فين ساكن وانا فجيت نفهم حيث ولد عميتي يقرأ القانون فجيت نفهم هات السيدة وانا بعضا تضني اتم باش نحيد عليها الاتم هات السيدة هادي النهار تجوجات بيا حيث انا مش اللي تجوج به هاتش قال لي دادت لي را هي اللي مجوجة بيا مشان اللي مجوج بيا يا ربي تسمع لي مشاتش دات الجواج وترجماته بفرنسا ويا ومشات حيث كان واحد القانون هنا فجيت كل مرة مجوجة في بلاد اخرى وراجلها ما كانش يعطاه المعاونة كل شار تعطاه الفلوس ومدة عامين ويتشد الفلوس على ظهري هالولا والثانية السيدة ما سولات على العائلة ديالي حيث العائلة ديالي عندهم الفلوس وهي ما عارفة بان انا ما عنديش مع العائلة ديالي انا كابر غير في المدينة القديمة ما عنديش معهم مشي معهم كلهم مهم ما عنديش معهم باش يتشد الفلوس كله مع الكراءة والمعاونة دياليولاد وكل شي هو تشد الفلوس وعايشين بحالك ده وتيجي غير من الويكند الويكند مهم وصلت رحبوا بي يا وادي قلت صافي الحمد لله مهم وخاء نظري هذه المشاكل مهم لقيت العائلة ونوصل الناس ارى الاكتر ارى الاكتر يدوك اللي تيقول لك والله و جي عندنا وتسميوا الله تيقول لك والله و جي عندنا الفرنسا ولا شي بلاد اخرى والله انديروا لكم و انديروا لكم و انعاونكم و هذه اي كاينين و لكن قليل صارحت الوقع رفا تتحط رجليك هنا تيكون حاجة اخرى هديك مو عليناش ارحبوا بي الليلة هديك الغد ليه شوية قادية بدأت تتزير شوية دخلني في الاول باش اولد عميرة بغينا نمشون تقده واش قدر تقابل الولاد انا ما انا بالنية دي انا ما عندي اشي مشكل ما عندي اشي مشكل ما عندي اشي مشكل نقابلك الوليدات على ما تبشيو صافي ولفها ولا هو يمشي قراء مرته تخرج عند صاحبتها ولا تبشي تدير الوراق ولا تبشي تقداو ذاك شي و انا تمقى مقابل الولاد النهار كله و زيدها فرد عليها ما نبقاش نخرج بزاف و يلاقي اخرش تستدلع الشياء الماكسيموم و يكون في الدار و رابك و ميفرداش عليك بحالك ما عندي اشي قلت ماشي مشكل ماشي مشكل انا المشكل ديالي اشنا هو هو دا بانا جيت خليت خدمه خليت كل شي و كيف تنقولو يلا دفلتي في الارد دفلا ما تقاش ترجع و داك شي تبقى الكمال ديالله و المكاتب ديالله سبحانه و شهلا ما عندي اشي حيديك سيدة حلفة تافية اول مرة بعدها فى جدخلت عندهم الدار دخلت للطوالد بلية حجاب يا ربي تسمح لي حجاب و احنا عارفين داك شي الحجابات راسحور و حلفة تافية قلت لي والله و غادي تشوف يتنرددك شمكار و نكرفسك و يرجعوك لبلاد ما عليناش انا اللي تنفكر في فى داك الوقت هاديك غير كيفاش غادي نصلح الوضعية ديالي والد عمي قال لي اشوف غا نمشو البريفكتور و غا نضمنك انا قلت انا مبقيش ديتا فى داك شي دا نقابل الولاد و داك شانا ما على باليش مهم انا على بالي غا يدير معي المزيان مشا ضمنني خرجوا لي ورقة ديال 3 شهور توقيت مؤقت على ما يشوفوا داك المشكل كيفاش دير بهاديك الورقة ديال 3 شهور اعطوني ما نخدمش بها عاود درنابراي البريفي بنار خاصين نخدم باش على ما نحلم مشكل ديالي خاصين نخدم و هادي و نصلح الوضعية ديالي اونا تندون زادني باش نقدر نخدم بيها ما عليناش زادت هاديك مش يد تنقلب الخدمة هادي هادي لقيت خدمة 21 ساعة في السيمانة في البني و اخا عمل لي ما خدمت البني ايش حال ولي تنشد 600 اورو فى الشهر و انا ساكن عند ولد عمي ولد عمي شرط عليها قال لي يشوف انت تتسمي غا تعطيني 400 اورو سكيفي غايبقى لي ها سيدي غايبقى لي ها سيدي 200 اورو 200 اورو اش غا تدير بها هي القناعة فى القلب ولكن 200 اورو اش غا تدير بها تكمي بها تلبس بها اش غا تدير بها هو اصلا ما محتاجش لي ها هو تشد فلوس حيث تقرأ لابورس وتشد الابيل ديالو داكشي على الكرة ديالو داكشي ومرت واتش تدعو تاني وقال لك الله تزيدني 400 اورو وعندي الوالد دي اللي بغي بيع الفيلة ديالو وكان عندي ناصيب فيها كانت تصيفت ليه 1200 اورو 2000 اورو قيمت مليون مليون ونصف شهر واحد النار قال لك سيدي غا تعطيني كل شي داكشي تاتشد ادربت عندوشي عشر شهور ولا معتش حال موما سيدي قال لك تعطيني كل شي وانا نصافي وانا وانا نكع قلت لي داب انتا راجل انتا ابيناتا وش انتا راجل في المغرب بارك عليا والله والد عمي وانتي الليك وانعاونك وهادي قلت لي بارك عليا دابا تعطيني كل شي قال لي اشوف عجبك الحال هو ما عجبش الحال هزنقه قلت لي الله رحمه وليدي والله سيدي ما كان عندي تصك في اندل الحويش ما عليناش هتصك اللي كان عندي تشرق ما عليناش ما عليناش هسيدي خارج وشتة تصب وغادي خارج من ذاك الكارتي وغادي وغادي ومعارفش انا راسي فين غا نمشي شكولي دايز انا دايز محدة واحد الجامعة شكولي دايز دايز واحد السيد بطنوبة لدير واحد السيد كبير شوية في عمرو ويوقف قال لي والدي فين غادي قال لي والله ابا ما عارف فين غادي قال لي ومهم طلع بعدها قدرت حوجه في طنوبة طلعت قال لي يا مالك قلت لي هاللي كان وهاللي كان وهاللي كان وهاللي كان وده براني بالزنقه قلت لي عندي واحد السيد تعرفت عليه واحد المغربي تعرفت عليه إلا انت قدرت تعطينيها كريدي باش نعيت لي نشوف باش نقدر نبات عنده قال لي هاتي لي فون عيت لي إلا قدرت تبات عنده تبارك الله ما كانش أجي تبات عندي في الطارو وخاكينين ولداتي ومرتي حتى لقاولك حل وهالسيد من اليوم تنقول لي مو يموخات السيدة يسمع ليه ولا ما غا يسمعه ولا يعرفني ولا ما يعرفنيش يا ربي تسلع لي والنار والله يرحم ليه الواليدي غير ذاك النية ديالو باش كان بغي يعاوني ربح الله دارها مو يمع ليناش عيت لي تقدر ليه تنعرفه اسم يجو حاميل قال لي يا أخويا المادي قد نعيت الخويا حيت كان عندهم واحد استوديو كاريه قد نعيت الخويا ونشوف معاه عيت الخو قال لي صافي عيت لي يعطاني الادريسة مشيني اللي عنده عطاني السويرتات اللي يرحم ليه الواليدي شاو السيد رحمت ليه الواليدي مشاب حاله شو مو يم انا قدت الحاميل تليشوف فان انا ما غنطولش غنبرق غير بور لانستان جو بور ديباني وغادي نقل لبانايا وما عليناش ريحت عنده واحد جو سيمانات ولا مع ثلاثة كونسي وقلت واحد الصيد بغى يقري ليه مشيت كاريت عنده سمعنا جميع القصة للاخلي اللي جاءتنا من ديال فانسير الاخلي كان عاود لنا القصة دياله ومعاناته في ديال مهجم وكيفاش حقق الحلم دياله ولكن واجه مجموعة من الصعوبات ومجموعة من المشاكل اللي حظي لخصها لنا كما قال ليه هذا الشيء قليلا بجزاف كان شكرا بجزاف حيث تحتيرنا قلبك كان شكرا بجزاف حيث تحتيرنا وحاولت تحلل العينين من بعض الناس اللي عندهم نظرة وزوينا على الحال اي واحد كتسولي شو الحلم ديالك هو الخوي بلادي بشي البيار المهجر كان شكرا بجزاف والله من اعمق قلبي واحدة يسألة غنوجه المسؤولين مسؤولي البلب دعيناكم لله دعيتكم لله والله ياخد فيكم الحق والله ياخد فيكم الحق كتستمت عبازقنا وفلوسنا ولادنا كيمشوا كيموتوا فلبحا ولادنا كيمشوا بلادنا ويمشوا عند النساء ويمشوا عندهم ويمشوا عندهم ويمشوا عندهم كنخلصوك من جيرنا ايها المسؤول وفي اللخة بشتلقى لنا يحردون وفي اللخة كنشوفوا ولادنا كيمشوا بلاده اي واحد حلم دياله بغي يخوي بلاده علاش؟ حيث مسؤول ديال بلاده واكن يهزقه دعيناكم للله نأتي الى نهاية حقا اليوم انظرنا مجالة حالي باش منطول حتى نصدق قيل شي حاجة لي بكتقال شكرا لكم على استماعكم ونلتقي بحلقة غرب ان شاء الله وكان وعدكم غلي نحاول ندوز القصة معات الأخ بي الأخ من فانسا لأنه وعد بزاف ما يقول لكم شكرا لك أخو نتقي بحلقة أخرى يوم الغرب ان شاء الله بلا مشكموا على حالي يوم الغرب شكرا لكم يوم الغرب